كل ده بيسير في اتجاه رائع في السعودية رائع الحقيقة والفكر الشبابي اللي بيقوده كمان الامير محمد بن سلمان واضح تأثيراته على مجالات كثيرة بس انا هتوقف امام هذا الاتجاه الاستثنائي الشجاع الاستثنائي الشجاع اللي اتخذته المملكة العربية السعودية اولا منذ اسابيع وهو الموافقة على ان لاول مرة تقود المرأة السعودية السيارة وكانت طول الوقت دي من ملامح الانتقاد اللي بتوجه للسعودية انتو ازاي دولة حديثة ودولة كذا ودولة كذا ودولة كذا ونسا المرأة عندكو مش مسمح لها بقيادة السيارات وكان طول الوقت الرد من قبل القيادات في السعودية انه الاعراف والتقاليد هي التي تحكمنا وكذا 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 بسك حقيقة الحقيقة ما كانش فيه منطق يعني اوي فيه الرد على هذا الانتقاد الى ان قررت القيادة السعودية انه لا يصح الا الصحيح فسمحت للمرأة السعودية بقيادة السيارة وان تحصل على رخصة لقيادة السيارة وان تكون شخص كامل الاهلية لقيادة السيارة طبعا ده نهيكم عن الهزار والكوميكس والحاجات اللي حصلت على الفيسبوك ده شيء طبيعي دي الأعراض الجنبية دايما لقيه قرار إيجابي ثم فجئنا كمان أنه أول مبارح اتخذت القيادة السعودية أيضا قرارا بالسماح للمرأة السعودية بالذهاب إلى الأماكن العامة ومنها الملاعب والاستدادات الرياضية أنا بعمل كده لأنها فعلا كانت مفاجأة وحلم أبعد من أن يطالب بي حد حتى في السعودية يقول لك ده حلوة قوي ده احنا بقينا نسوق العربيات ده يعني خلاص كده زي الفل لا واضح أنه طموح القيادة السعودية أكبر حتى من نساءها ومن المرأة السعودية وواضح أنه مشوار لسه حيستمر وفعلا الديوان الملكي السعودي أمر وزارة الشباب في السعودية بتهيئة ثلاثة ملاعب من الآن لتكون مستعدة لاستقبال العائلات والأسر السعودية العائلات والأسر يعني رجالة وستات زوج وزوجة وولد وبنت ياخدوا بعضهم ويطاعوا تذكرة ويحضروا مباراة للمنتخب السعودي لنادي الهلال لنادي الاتحاد جدة لنادي الشباب لنادي كذا ملاعب السعودية كانت حكرا على الرجال مدرجات الاستاذات والملاعب السعودية كانت حكرا على الشنبات فقط الآن المرأة تغزو أيضا الملاعب السعودية وعشكرا قلتها حالكم يبدو أنه اتجاه أقول بقى لأخرانية نقول لأخرانية وهذا الاتجاه محمود وإيجابي في سبيل المدنية والعصرية وإعطاء المرأة حقها وكذا نشيء لا جدالة فيه لا جدالة فيه بس اللقطة اللي أنا أعتقد لقطتها وأعتقد أنها موجودة وبشدة في ذهن حكام السعودية الآن هو أن السعودية تخرج من عباءة الأفكار شوية المتشددة شوية المغلوطة منها مثلا مثلا القرار الجريء اللي اتخذته أيضا القيادة السعودية منذ شهور بإلغاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مين كان يصدق أن الجماعة دي اللي كان لها سطوة أو سلطان وفاكرين المطوعين زمان كان فيه مطوع اللي هو لو أنت ماشي في حتة مش عارف إيه والستة مثلا كعب رجلها يباين ولا كذا ينضربها يقول لها مش عارف إيه يا امرأة لو حد وقت الصلاة متجر أو دكان فتح ومش عارف كذا خش يضربه ويقفلوا بالأمر مش عارف كذا فكانت سلطة مع السلطة فتتخذ القيادة الجديدة في السعودية قرارا بإلغاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما فيش حاجة اسمها وأن في سلطة واحدة في البلاد اسمها الجيش السعودي والشرطة السعودية ده كان تطور نوعي مهم وهذه الانطلاقة والأفكار التحررية والقرارات الليبرالية التي تحدث دفعا ودعما للمرأة السعودية يأتي أيضا في إطار دفع ودعم الفكر المستنير الذي لا علاقة له أبدا بالشرع اللي هو مصان ومحترم في السعودية التي هي قبلة السنة في العالم الإسلامي برافو سعودية في تطور جديد للرؤية المستقبلية في المملكة العربية السعودية قررت الهيئة العامة للرياضة في المملكة البدأ في تهيئة ثلاثة ملاعب في كل من محافظات الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول المرأة السعودية للمرة الأولى إلى الملاعب الرياضية وفقا لضوابط خاصة في عام 2018 لتطويب ذلك حقبة من المطالبات التي نادت بها في السنوات الماضية ليصبح متاحا للنساء التواجد في مدرجات الملاعب الكبرى وموازرة المنتخبات الوطنية والأندية أسوة بالرجل بدءا من العام القادم قرر جاء بعد أسابيع من قرر ملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وقررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب الرياضة وسمحوا لهن بحضور الفعاليات وسمحت السعودية للنساء بدخول الاستاذ الوطني للمرة الأولى الشهر الماضي أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 87 عاما على قيام المملكة السعودية وضمن القرارات المتعلقة بملاعب كرة القدم قررت هيئة الرياضة إنشاء منصة لباية ذاكر المباريات على الانترنت خلال خمسة أشهر إضافة إلى إنشاء مجمع ترفيهي للجماهير في استادات الرياضة وجدة والدمام وفي أول تعليق على هذا القرار عبرت وكيد رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ريمة بن تبندر بن سلطان عن سعادتها بالقرار وكتبت الأميرة ريمة عبر صفحات الرسمية على تويتر قرار يسعد قلب بنات الوطن ألف مبروك لنا